حدث عالمي بالصحراء المغربية عبد المجيد الرئيس الجزائري يتوسل إسبانيا من أجل الخضر كذلك إخواني أخواتي سنرى من وراء مهاجمات مستشار الملك محمد أزولاي أزولاي اللي هو مغربي وفي للعرش المجيد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم لبنى من قناتكم المتواضعة على مئس كولي دائما كانت منكم أنكم دعمونا بلايك ودعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا فعلى مركة الله نبدأ وصول بالموضوع فالمستشار المغربي أزولاي أو أندري أزولاي الوفي للعرش المجيد هذا السيد صراحة عمرنا سمعنا عليه شي حاجة خيبة ومشي غير شهادة مني ولكن شهادة من معظم المغاربة فخرجت مظاهرات هذا المظاهرات بطبيعة الحلمين أجل المظاهرات ولكن شدوا الطريق اللي بغوهما يعني واحد المظاهرات ماشي من أجل فلسطين أو من أجل نصرة الغزاويين بل من أجل مظاهرات فخلاوا الشعارات لمناصرة فلسطين أو الغزاويين ولتفتوا للقصر الملاكي ولتفتوا للمالك وحمد السادس ولتفتوا مباشرة للناس اللي كي تيق فيهم المالك وحمد السادس حفظه الله فهذا الطابور الخانز كي حاول إشكو في تم غربيت دي المستشار فهنا إخواني أخواتي منهار بدأت الحرب على غزة نط مسيرات يعني بالمغربي وما كانش يتكلم عليه ما كانش يتكلم معهم حتى واحد ما وقفه وغدينشوفوا الفيديو وليك كانوا كي يهاجموا كي يطاولوا على مؤسسة الملاكية وعلى المستشار دي المالك محمد السادس كيفاش أنه استفزق الأمن المغربي كيفاش هزله يديه تدسمة وصلتها فهنا إخواني أخواتي كيف يموّل هذه الناس يعني كيف يتكلمون بللي باشغد يتخرج موظاهرات خصوصا الموظاهرات اللي دست في الريبات تبضل بضا واللي تسمت الموظاهرة المليونية فشكون لي كيموّل هاد الشي شكون لي كيشير الأعلام شكون لي كيوزع للناس يعني الطباعة ديكلافيتات الكبار شكون اللي كيدير الشعارات يعني أهم حاجة هي الشعارات بطبيعة الحال احنا راه ما شيد ضد احتجاجات السلمية مع الغزاوية لأننا مع أبناء الفلسطينيين ونحن مع المدنيين واللي تحت القصف احنا مع المواطنين الأبرياء واللي الموت ديالهم تؤلمون واللي الضمر اللي كتلحق به ديك الأرض يؤلمون لأن ديك الأرض راه أرض الأنبياء خاص تكون بلاد الأمن والأمان بلاد السلم لكن التحزبات هما اللي خرجوا لديك البلاد أبناء الفلسطينيين كيموتوا تحت القصف وإسماعيل هنية والأبناء ديالهم يعيشون في رفاهية يعيشون معززين مكرمين بأموال المقاومة فإلا رجعنا للمغرب إلا رجعنا لبلادنا شكو اللي كيمول هاد المظاهرات بطبيعة الحال احنا كنعرف الطابور الخانس كما كيقولولو وما اللي كي اطروا هاد مغربة ماشي أغبية كل شرط لهم البال فهنا منينجات هاد الأموال طائرة باش تسبغات الملساقات منينجات هاد الأموال طائرة باش تشلو الأعلم دير فلسطين ومنينجات هاد الأموال طائرة باش كيطروا هاد التظاهرات وزيد 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 فهنا مصادر كتقول باللي هيئة نصة الخضية الفلسطينية في كل ربوع المملكة هي الهيئة واللي ما دير تعرف لها يعني شقول مولها أو شقول الرئيس شقول الكاتب يعني ما كينش تعرف لهاد الهيئة غير أن الهيئة هي مغربية لنصرة القضايا دي الأمة فقط لكن شكون اللي كين في هاد الهيئة فعلى ما تستفهم للإشارة هاد الهيئة هي المسؤولة للمظاهرات وهي اللي كتنظم المظاهرات وبالتالي هي المسؤولة على التطاول على صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله وعلى المستشارين واللي كيتق فيهم الملك محمد السادس نصره الله فاليوم خرجت وكتهاجم أزولاي مستشار جلالة الملك فأكيد تكون شتر المظاهرات واللي ما بقى شعارات على نصرة الفلسطينيين بل شعارات على المملكة المغربية الشريفة شعارات التي تطاول فيها سب فيها شتم فحنا يشفنا الفيديو ولكن نشوف واحد اللقطة إخواني أخواتي أن هاد السيد يستفز الأمن المغربي كيف حيد لديه بواحد الاستفزاز باش ينضو الأمن تدخل كذلك في خبر آخر سنتكلم إلى الجزائر في عبد المجيد اليوم هذه الزراير بيضاء أمام إسبانيا اليوم يتوسل الخضر اليوم عبد المجيد عنده مشكل كبير في الخضراء الجزائر اليوم طوابير على الخضراء كذلك كانوا يعني غير طوابير على المواد الغذائية بحل الزيت بحل السكوار بحل البيض ولكن اليوم كان طابور على الخضراء والأكتر من ذلك كان واحد الغالاء يعني غير مسبق أسعار مرتفعة كل شي غالي ففي سرية كاملة عبد المجيد في محادثات ومفاوضات سرية خدامين تحت طاولة باشي رفعو الحضر اللي دارو عبد المجيد على المنتوجات الإسبانيا خصوصا الخضر والفواكه واليوم في واحد صمت رهيب كين واحد المفاوضات ما بين الجزائر وإسبانيا اليوم راح خدامين الاتفاقيات لتصدير الموارد أو يعني لتصدير الموارد الفلاحية للجزائر من إسبانيا بطبيعة الحال عبد المجيد وشنقريحها وخاها ككرا هم خايفين من السنة المقبلة واللي فيها الانتخابات وما عارفين بللي مديرين حتى حاجة يعني مديرين حتى حاجة للشعب الجزائري وبالتالي بغيين يرضوا الشعب الجزائري باش يرضع لهم ويرضع لها الكابراناس فهنا خصهم الخضر الخضر الره ما كيناش فهنا شنو غد يدير الجزائر غد يتمشي تخفض سعر ديال الغاز لعل وعسى إسبانيا تقبل ترضى معهم يعني الاتفاقيات أو العلاقات التجارية والاقتصادية خصوصا يمكن تكلموا على الخضر طبيعة الحال عرفنا بللي دست واحد السنة ديالجفاف بحل المغرب بحل الجزائر ولكن هذا هو الفرق ما بين المملكة المغربية الشريفة أو هذا هو الفرق ما بين دولة الكابرانات في المغرب يعني كيخدم ودار سياسة السدود كذلك تحلية مياه البحر أما الكابرانات فهما مقابلين غل بوليزاريو وها هي اليوم النتيجة فارجعوا أوراك عند إسبانيا وفي سيرية تامة خفضوا الصعر ديال الغاز لعل وعسى إسبانيا تخبر لكن إسبانيا هي واحدة دولة اللي عقلة ماشي حمق بحل الكابرانات اللي وخي وصلوا الجزائر للهوية لهم ديالهم الوحيد كيفاش يضروا المغرب إسبانيا هي واحدة دولة اللي هي عقلة جاتها الجزائر جاتها فرصة أنها تنمي الاقتصاد ديالها وطرد المنتجة ديالها للجزائر فمرحبا لأن مصلحة البلاد أو مصلحة الدولة هي الأولى أما بالنسبة للمملكة المغربية الشريفة فكين واحدة الحادث عالمي في صحراء المغربية أو ده بعض نشوفو علاش عالمي هنا إخواني أخواتي مدينة العيون وجوهرة المملكة المغربية الشريفة تبهير العالم في ندي الصحراء للصحفة والتواصل كنت ضم هذي الأسبوع أشغال ملتقى الأول للإعلام الشق الأوسط بمناسبة احتفالة لدس أو بمناسبة الذكرى للمسيرة الخضراء فمن اللي كان سمعوا هذا الحادث سحادي يعني يكون في المملكة المغربية الشريفة لكن من اللي كان نشوفو الأبعاد يعني شنا هي الاستفادة اللي غادي تستفيد المملكة المغربية من هذا الملتقى واللي كتنضمه تحت شعار الإعلام ودوره في التنمية المستدامة واللي كيركز على التنسيق على الهيئة الصحفية والتعريف بالتقافة المغربية والتقافة والتواصل وكذلك ولاية العيون السقية الحمراء اللي مشاركة فالهدف إخواني أخواتي هو التعريف بمظاهر للتنمية والاستقرار في أقل من الجنوبية واللي غادي عرف مشاركات صحفية من دول مختلفة واللي غادي حضره في لقاءات الندوات وتبدو الأفكار والتجارب فالمغرب هو اللي غادي يستفيد علاج لأن الصحفة هي الألسون دي العالم الصحفي هو اللي كيوصل الخبر للعالم فمن المغرب غادي يفتح هكذا ندوات واللي غادي تكون فيها نقاشات تبدو الأفكار ما بين الصحفيين مغربة ونوضع رائعهم يعني بالعالم وبالتالي هاد الناس غادي يشوفوا مظاهر التنمية يعني هاد الصحفي المثال اللي كيتمشغل في الشارع ربما غادي يخض يعني القامرة ديله غادي صور وغادي بيين صحراء المغربية كيف اجدير وغادي يفضح اش كيروج الكابرانات واش كيروج البوليزاليو يعني ذيك الفكرة اللي كيروج لها الكابرانات وكي قولوا بل هناك قامع هناك انتهاكات تهميش فقر فهنا الصحفيين غادي بيينوا الحقيقة للعالم المغرب غادي يخلي الصحراء تكلم على رأسها من خلال يعني هاد الصحفيين غادي حراوية لان اي صحفي اللي يحضر في هاد الملتقى غادي يكتب تقرير وبالتالي غادي يكشف علاقة على الاكاديب الكابرانات وديل هاد الجبهة الانفصالية الارهابية اذا اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا فتحياليكم كبيرة شكرا حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته